شكرا شكرا صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين صحاب الفخامة والسمو السيدات والسادة اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر وعميق الامتنان لكم جلالة الملك ومن خلالكم إلى شعب مملكة البحرين الحبيب الكريم وحكومتها على ما أحطنا به من رعاية وكرم وحسن وفادة وأن أهنئكم على تبوؤكم رئاسة القمة في دورتها الثالثة والثلاثين وأدعو الله أن يوفقكم إلى ما فيه خير أمتنا وشعبنا كما أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان من عبد العزيز وسموه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مبازلته الرئاسة الناشطة للمملكة العربية السعودية خلال القمة الماضية والتي تزامنت مع أحداث جزام شكلت تحديا كبيرا للعرب وللجامعة العتيدة جلالة الملك إن هذه القمة تعقد اليوم في ظروف استثنائية فالعدوان الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة بكل ما ينطوي عليه من وحشية وتجرد من الضمير يمثل حدثا تاريخيا فارقا ولن تنسى الشعوب العربية ذلك العنف الأعمى الذي أظهره الاحتلال الإسرائيلي وهو يستهدف النساء والأطفال ويطارد المهجرين والمشردين من ملازن إلى آخر بالقنابل والرصاص وقد صار العالم كله مدركا لحقيقة باتت ساطعة وهي أن الاحتلال والسلام لا يجتمعان فالاحتلال لا يمكنه الاستدامة سوى بممارسة التطهير العرقي وبالإمعان في فرض واقعه الغاشم بقوة السلاح أما طريق السلام والاستقرار في هذا الإقليم فيقتضي منهجا مختلفا يقتضي تخلي الاحتلال الإسرائيلي عن أوهام الاحتفاظ بالأرض والسيطرة على البشر ويقتضي الإنهاء الفوري للاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 67 لكن للأسف ما رأيناه من الاحتلال عبر الشهور الماضية ربما أيضا لعقود طويلة يشير إلى أن الأوهام لا زالت تحكم التفكير وأن تصورات القوة والهيمنة العرقية لا زالت تسيطر على السياسات وللأسف قدمت بعض الدول الغربية غطاءا سياسيا بالذات مع بداية العدوان لكي تمارس إسرائيل هذا الإجرام في قطاع غزة واليوم يقف حتى أقرب أصدقائها عاجزا عن لجمها إن النجبة التاريخية لم تمحوا الفلسطينيين من الوجود لم تخرجهم من الجغرافيا ولم تشتبهم من التاريخ فأبناء أبنائهم هم من يمارسون هذا الصمود الأسطوري اليوم على أرضهم في قطاع غزة وكافة ربوع فلسطين إن التهجير القصري مرفوض عربيا ودوليا مرفوض أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا مرفوض ولن يمر إن أحدا لا يريد العودة إلى اليوم السابق على السابع من أكتوبر وما يرتكبه الاحتلال من فضاء وشناعات في غزة لن يعيد إليه الأمن إننا نريد الانتقال إلى المستقبل وليس العودة إلى ماض مأساوي أوصلنا إلى هذه النقطة ولا مستقبلا آمنا في المنطقة سوى بمصار موثوق لا رجعت عنه لإقامة الدولة الفلسطينية إننا نطالب المجتمع الدولي بمن فيه أصدقاء إسرائيل بل بالخص أصدقاء إسرائيل نطالب المؤتمر الدولي مثلما تحدثتم جلالة الملك للسلام يجسد رؤية الدولتين التي تحظى بالإجماع العالمي وبالعمل على مساعدة الطرفين ومرافقتهما لتحقيق هذه الرؤية في أجل زمني قريب ومضبوط ومحكوم إنقاذا لمستقبل الشعوب الذين يستحقون السلام والأمن في فلسطين والعالم العربي وفي إسرائيل أيضا جلالة الملك إن أزمات المنطقة العربية لازالت مفتوحة والكسيل من الجراح لم يلتأم الجرح في السودان غائر وخطير لأنه يهدد بقاء الدولة ووحدة مؤسساتها الوطنية ويهدد حياة الملايين من الناس وأنني أدعو الجميع إلى إسكاة البنادق فورا صونا لحرمة الدم السوداني الغالي ولوحدة الوطن المهدد بالانقسام ومن أجل الجيران أيضا وفي اليمن وليبيا وسوريا أزمات أنهكت الدول والشعوب أزمات مجمدة تنتظر حلولا وتزويات تستعيد الأوضاع الطبيعية التي تتطلع عليها الشعوب في هذه الدول وكذلك جيرانهم ممن طالهم أزى هذه الأزمات وتبعاتها الخطيرة أنني أدعو وأعمل بلا كلل للاستمرار ومواصلة الجهد من أجل إيجاد حلولا عربية للأزمات العربية جلالة الملك يمر العالم بحالة غير مسبوقة من الاستقطاب المنزر بالخطر والخسارة للجميع وينقى العالم العربي بنفسه عن أن يكون طرفا في استقطاب نرى بوضوح مآلاته السلبية على العالم ونستمر من خلال الجامعة العربية في إدارة علاقات متوازنة بين المجموعة العربية والشركاء والمجموعات الدولية من الشرق والغرب والمجتمع الدولي علاقات تتأسس على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة ولا تحمل انحيازا لطرف ضد طرف أو استفافا في صراعات يخرج الجميع منها خاسرا وبالمثل تسعى الدول العربية في علاقاتها مع جيرانيا في الإقليم إلى علاقات بناءة من حسط الجوار تتأسس على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول فهدف الشعوب العربية هو التنمية ومواجهة المشكلات القائمة والكثير من الدول العربية يتبنى خططا طموحة تهدف إلى وضع المنطقة العربية في مكانها اللائق على الساحة العالمية ونؤكد هنا أن العمل الجماعي مثل ما قلتم جلالة الملك هو السبيل إلى تحقيق رخاء الجميع فلن يخرج العرب من عثراتهم إلا بالتضامن مع بعضهم البعض ولن ينهضوا إلا معا على الله قصد السبيل شكرا لإنصاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته